في استجوابه المضاد ركز فريق دفاع بدر الدين على قضية توقيف الضباط الأربعة وإطلاق صراحهم وقد أكد رئيس كتلة المستقبل رئيس فؤاد السينيورا خلال إجاباته أن توقيف الضباط كان قانونيا ومبررا ولم يكن تعصفيا وجاء بناء لإشارة المحققين دوليين أنذاك مشددا على احترامه السلطة القضائية وعدم التدخل في عمل القضاء الكلام في هذه الفترة الزمنية ما بين 2005 وال2009 كان يأتي أحيانا أن هناك إذا كان هناك طلب لإخلاء السبيل فكان البعض يقول أن هذا مضر بالحكومة ولكن كان موقفي أنا هو بالتحديد بغض النظر عن أي ملاحظات من هنا وهناك أنه عندما يأتي قرار من المحكم علينا أن ننفذه لكن إلى أن يأتي ذلك فنحن على قناعة كاملة بأن استمرار حجز هؤلاء الضباط كان حجزا قانونيا ومبررا وعندما سأله محامي الدفاع عن إحدى وثائق ويكيليكس في فترة حرب تموز أكد السنيور رفضه يومها أي طلب عابر من فلتمين ولارسن لنشر قوات متعددة الجنسيات في مطار رفيق الحريري والمرافق اللبنانية مؤكدا أن الكلام حول رغبته هو بذلك محط شائعات متطرقا إلى بعض ما حصل خلال حرب تموز كان الموقف تبعنا حتما موقفا صامدا ولا أي تنازل قدمنا في هذا الشأن لأي حدا أما أن يأتي أحدهم من الدبلوماسيين ويهددني إذا لم تفعل ذلك سنستمر بالقصف طبيعيا بيكون جوابي أنا أعمالي بدكية إعمالي بدكية نحن لن نغير موقفنا بس ولا حدا أبدا استرجع من أي دبلوماسي أن يتحدث لي أن يتحدث معي بهذه الصفة ولا بأي شيء من هذا القبيل ولا أي نوع من أنواع التهديد وعن سلاح حزب الله أشار رئيس السنيورة إلى أن هذا السلاح فقد شرعيته تدريجيا بعد العام 2000 عندما وجه الحزب بندقيته إلى داخل اللبناني لم نطلق على حزب الله منظمة إرهابية كما كانت بعض الدول أطلقت عليه هذا الموقف هذا الموقف الذي كان العام 2007 بدأ يتغير مع هذه المواقف الجديدة والمستجدة والتدخل والعملية الاستدراج المسلحين ربنان بشكل أو بآخر تحت عنوان أن نريد أن نذهب إليهم قبل أن يأتوا إلينا وكل هذه الترهات هذا الأمر اختلف عن ما كان عليه في 2007 مبدأ العيش المشترك في لبنان هو مبدأ نحن مؤمنون أشد الإيمان به وبالتالي على هذا الأساس خضنا تجربة وما زلنا مستمرين فيها بالرغم من كل مصاعبها ومشاكلها وعقباتها التي نمر بها الآن نحن نسير ومستمرون في الحوار مع حزب الله من خلال ممثلين من تيارة المستقبل وممثلين من حزب الله يعني مستمرين في موضوع الحوار لأننا نؤمن أن ليس هناك من طريقة أخرى غير الحوار وسيلة للتواصل مع كل مكونات الشعب اللبناني وبالتحديد أيضا ما بين هذين المجموعتين لكن هذا لا يعني أننا حلفاء في المعنى الحرفي دي الكريمة فريق دفاع عرض شريطا لتقرير من الجديد يظهر فيه تقرير من المستقبل عن نصر الله ودوره المقاوم وهنا أوضح السنيورة أن التقرير قد يكون عرض في فترة شهر العسل بين المستقبل وحزب الله إلا أن الموقف تغير قال السنيورة خصوصا بعدما وصف نصر الله غزوة الحزب لبيروت باليوم المجيد شكرا